اشتركوا في القناة قبل ان تطيح لعنة الاصابات بلاعب السيتي الاخر جون ستونز الذي سيغيب الى نهاية شهر سبتمبر الداخل ونقل موقع مانشستر ايفنينغ المهتم باخبار السيتي تصريحات الاتقان الاسباني بيب كوارديولا النادم وبشدة حيث قد شدد من خلالها على تدعيم الفريق لا سيما بعد رحيل لاعب بقيمة رياض محرز بصفة مفاجئة كما قال وتبع بيب كوارديولا تصريحاته قائلا نحتاج للجميع في الفترة المقبلة في الاسبوع او الاسبوعين القادمين الادارة مطالبة باتخاذ قرارات لصالح الفريق واضاف كوارديولا قائلا لم نكن ننتظر ان يحدث لكيفن ما حدث ولم ننتظر ايضا رحيل رياض محرز لكن انا اشعر اننا تحدثنا عن ذلك وقد اكدت الصحف الانجليزية بان بيب كوارديولا قد هدد بالمغادرة من فريقه نادي مانشستر سيتي والخروج منه بعد مغادرة رياض محرز وكذلك غاندوغان الامر الذي جعله غاضبا وبشدة مع الادارة نحن بانتظار تليقاتكم لا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الاعجاب وصلوا على رسول الله